هنعمل مع بعض كده بقيت الترط اللي كنت عاملها غالعرض انا اتخرت عليك في الفيديو ده علشان انا مكانش عند وقت ان انا نصور ومكانش عند وقت ان انا منتج والله لانه بياخد وقته بمجهود وبجد التعب جامد او الشغل بتاع الاونلاين ده ربنا يا عنا ورزقنا يا رب وحسن ما بين ايدان انا هنا نزلت بالدريب كده بتاع الشوكولاتة بالجناش الشوكولاتة عملت معكم قبل كده قلت لكم علي قبل كده ااا ام حطت كوباية اا اا شكولاتة مبشورة او كوبايتين وربع على كوباية ميا وحطت 3 معلق苓 كريم شانط بوضر وحطت نقط tạiن لون والجل البني وحطت معلقة او معلقتين كقوحم بوضر وقلبتهم كلهم وحوالة اا اربع معلق كوحم بوضر وقلّبتوهم كلهم على البارد. كُلّ دك قبل ما يحطوا الشوكولاتة المبشورة قلّبتوهم كلهم على البارد. وبعد كده حطتهم على النار وعندما قربوا يغلوا من الجنوب كده حطت الشوكولاتة المبشورة. وقلّبتوهم لحد ما مقوّم بتاعها الزبط. بتسيبيها طبعا لحد ما تبرد كويس. علشان لو حطّتها وهي دا فيها سيحة الكريم شانطيلين تحط عاملها على على الترطاية. هنا ننفضيها في العلبة دوسة بتاعة بردت براحتها خالص. تقريبا ان الترطاية دي كانت مطلوبة من نص شوكولاتها نص فانيليا. السوسات يعني اللي هي المانجا وجوله الفراولة. بتحاولي تحط الترطاية في الفريزل حوالي ربع ساعة او نص ساعة عشان الكريمة بتاعتها تمسك نفسها كده وما تختلطش بالشوكولاتة وانت بتحطيها او بالجلو. لو انت محططهاش تحاولي بقى ان انت ما تجيبش المعلاقة عليها او الحاجة اللي انت بتفريدي بقى الشوكولاتة. ما تخليهاش تلمس الحاجة اللي بتفريدي بها. ده اللون البني اللي انا وقلت لكم عليه لانا حطت منه على الشوكولاتة. انا الحقيقة مش عارفة المقطع بتاع تسيح الشوكولاتة ده راح فيها تقريبا. اتمسح مني فاص بن عني وانا وانا بامنتش. انا هقسم الجنب اللي هو الفانيليا ده تلات آآ آآ انا غنبنتي هنا بتعمل باي باي. آآ اسمته تلات اجزاء هحط جزء فيه جيلو فراولة زمانتوا شايفين كده. وهيفرده برضو كويس بالمعلقة واحاول ان هو ما يختلطش في في الجنب اللي هو اللي متقسم جنبه ده وما يختلطش كمان بالجنب اللي هو بتاع الشوكولات. واحطه في الجنب ده جيلو مانجا على فكرة عموم جميل جدا يا جماعة الجيلو ده. الجيلو ده مكن تحطيه على الفاكهة وانت بتلمعي بها. لو ما عندي كش اللي هو الجيل الشفاف. مكنتش عندي الحقيقة جيلو شفاف قبل كده وانا بعمل طبطة الفاكهة انا مش عارفة كنت نزلتها ولا لسه آآ فحطيت منه. بس في المرة التانية انا جبت بقى اللي هو الملمع الشفاف ده. انا كنت بفرد الجيلو المانجا. على فكرة لو فردت جيلو المانجا بالمعلقة كده وروحت على جيلو الفراولة على طول مش هياصفر يعني اللون مش هيتغير. انما لو عملت العكس اللون اللاحمر بيبان على على الاصفر ده. بيبان بيطرق اجام ده يعني ملحوظ. انا بفرد بقى الجيلو الفراولة. احطه في النص هنا مربح حليب. مربح حليب تيبقى جميلة جدا مع الشوكولاتة يا جماعة. طبعا الترطي دي مقاس اربعة وعشرين. تقريبا كانت مقاس اربعة وعشرين. والله ما انا فاكرة يا اربعة وعشرين ولا عشرين. علشان ما بقاش. عشان ما بقاش دي حكت عليكم. انا مش فاكرة يا اربعة وعشرين ولا عشرين. المهمة ان مرضتش اسم من النص بالكريمة. علشان الترطة حجمها صغير. يعني اسمتها في النص بالكريمة هتبقى كريمة من عالجوانب ومن نص كده كانت نص الترطة خلاص يعني مش مش هيبقى في مكان الحاجات التانية اللي احنا بنزين بها اللي هي الاستوصات دي والشكولات والحاجات ده هتبقى ملمومة ببعضها اوي كده. فانا هقسم الحاجات اللي هي الفراغات اللي بين التزين على الوش بتاع الترطة دي هقسمه بالكريزب اللي هو الصغير. كريزب ابيض. مرضتش حطو الكريزب البنية عشان ما كانش هيبان في الشوكولاتة اللي هناك ده. حطيت كريزب ابيض. نطقها برضو خلى شكلها حلو برضو. انا كنت عامل العرض بتاع العشر ترط ده. يعني الترطة مفوض انها بسبعين. آآ دي ما اسي عشرين. هي بتتبع باكتر من كده. عملت عليها عرض انها تبقى بخمسين على اساس ان اللي ما جربش شغل يجرب. والحمد الله كانت فتحة خيرة علي ومشاء الله يعني اللي جرب مرة وخد مرة واتنين. وكت عملت برضو بعدها آآ جاتوه. بس مش ما صورتوش يعني ما كانش عندي وقت وكمان مساحة التليفون ما كانتش آآ مكافية يعني الفيديوهات دي انا عندي من اول ما انا بدأت الشغل بتاع الانلاين ده ما وما صورتش اي حاجة تانية يعني الفيديوهات دي يعني بتاعت آآ كان اردر بس كده والاردرات الباقي كلها ما عرفتش صورها لان التليفون كان آآ خلاصة مالا يعني جاب اخر. التليفون بتاعي مساحته قليه مش مش قليه لبس انا بنزل على حاجات كتير من على نيت وفيديوهات وحاجات من دين آآ للحلويات وكلام من ده برضو. فشغلت التليفون كل حتت هنا في لوت سبون كده شكولاتة. عملته شكول ورده كده. واحطه في في النص آآ واحدة دست ده بي. عشان تنطق الشكل. او كريزب يعني على حسب ما تقوله كريزب ملوكبير ده او دست زي ما تقوله. ما تقفوش على حاجة يعني. مجد الترات دي جميل انا عملت الترات دي من آآ من المقدار بتاع ست بودات. ست بودات. بحط عليهم آآ اتنين آآ ونص دقيق. بنشتلم انهم ربع. نحط ما كانوا ربع لآآ النشا. ولو عايزينه بالشوكولاتة بنشتلم علاقتين من الدقيق. بنحطهم علاقتين آآ آآ كاكاو بوضف. بحط عليهم آآ كوبات سكر. كل ده بمعيار الكوبات اللي بتاعة آآ الميا اللي هو آآ او كوبات العصير اللي هي بتبقى واصط دي مش الشوب الكبير لا الواصط. بحط عليهم كوبات سكر. بحط عليهم آآ آآ السلط بودات وكوبات سكر وكوباتين وربع دقيق وربع نشا. وآآ معلقتين كبار محسن جل. ولازم يكون شفافة جماعة لازم تأكدوا انتم جابينه شفاف لان لو هو لونه ما هو شفاف ولونه ابيض كده هو كده بايز. وآآ معلقة كبيرة محسن آآ كيك الكيكشيف اللي هو البودر ده اللي عامل زي البكنج بودر بس انا محبش البكنج بودر قد كده يعني المحسن ده بحس ان هو شغله كوي. ورش البانيليا بقى. المحسن الجل دي لو جبته كمية كبيرة جبته كيلو مسلا اللي هو العلبة كيلو ده او اي حاجة من الحاجات دي ان احفزوها في الفريزل على طول. وطلعوهم الفريزل على الاستعمال خدوا الكمية اللي انتوا عايزينها. وبعدين رجعوها في الفريزل تاني بس بوش بر. والصوصات دي برضو هنا في الفريزل لو انت ما مش تشتغل بها على طول انا في الفريزل. بالذات مربى الحليب لانها بتفسد بسرعة. هنا برضو كد مطلوبة مني نصف الشوكولاتة ونصف آآ فانيليا. احط في الجنب التاني دي هنا الجناش الشوكولاتة. لو الجناش عندك كيميوتو قليلة مسلا ان انت احتاجت ومعنديكش ان انت شوكولاتة ان انت سياحة تاني ممكن تخلطت الجناش الشوكولاتة ده على على معلقتين ثلاثة نوتيلة. ببقى تعمها خطير يعني ما بتبقاش تعمها مضغير في الشوكولاتة قوي بس تبقى تعمها حلو. ما جربتها مش عارف انا جربتها في التورطايا دي ولا ولا لسه ما جربتاش. يعني مش عارف انا انا كنت جربتها في واحدة فيهم بس مش عارفة في التورطايا دي ولا فاني واحدة بالضبط مش فاكل. كان انجناش عنده خلص خلاص ومعنديش وقت ان انا ادوب ولسه هب شرب بشوكولاتة ومش عارف ايه فاخدت معلقتين اه هو بتغالي والله ما نعارفة في الكيكاة دي ولا لا. خدت معلقتين تلاتة نوتيلة من اللي هي عندي دي ونقلبتهم فيها. نوتيلة عشان تدوي بيها. آآ بتحط عليها معلقتين آآ معلقتين زاتي وتبضل تضرب فيها بالمعلقة كده او بالآ بمضرب البيض. دي شكلها في النهاية. وكده انا خلصت دي باخر واحدة في الكيكاة اللي هي اعتبر بالفانيليا هعمل اتنين بقى شوكولاتة. الاتنين طلبونهم اتنين شوكولاتة آآ كلها شوكولاتة ما يكونش تاياسة كتاني غير الشوكولاتة. الترطية دي مطلبة مني كلها شوكولاتة. دي كده اخر ترطية معانا. انا مش عارفة صورهم كلهم مع بعض عشان اللي بتخلص بسلمها. دي مطلبة مني شوكولاتة. ترجمة نانسي قنقر